يقول الشيخ من الأمانات مع الناس في العقود قال تعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود والعقود متنوعة فهناك عقد البيع وعقد الإيجار وعقد الشركة وعقد الشراكة وعقد الوظيفة والعمل وغيرها وكل عقد يبرمه المرء مع غيره هو أمانة يجب الوفاء بها واليوم نسمع الكثير من الإخلال بالعقود بين الطرفين وكثرة الجدال والتقاضي عند القضاء بسبب الإخلال بالأمانات أو أمانات العقود فما تعليقكم فضل الشيخ وكيف نسعى لحفظ أماناتنا مع الناس في العقود لا بد أن ندرك أن هذه العقود عندما يبرمها الإنسان طواعية غير مكره ووقع لها برضاه أصبحت داخلة في أمانته والتزامه وأن أي تفريط فيها هو خيانة سواء كان من الطرف رب العمل وهذه أسوأ الخيانة أن تخون من هو مستضعف تحت يدك يعمل تحت يدك هذه أسوأ الخيانة أو أن تكون من العامل الضعيف الذي هو الطرف الأضعف في العقد فهو أيضا مؤتما ولا يحل له أن يخون هذه الأمانة فلذلك لا بد أن ندرك أن هذه العقود كلها داخلة في نطاق الأمانة وأن من فرط فيها فقد فرط في الثقة به وأصبح عديم الشرف لدى الناس ليس له شرف وكما ذكرت يشيع في الناس الإخلال بهذه العقود فيأتي الإنسان ويلتزم بعقد معين له مصطرة التزامات وواجبات ثم يحاول التفريط فيها وهذا هو الذي سماه الله بالتطفيف في كتابه فقال ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين وقد أخرج مالكم في الموطة أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قام علي المبري يخطبوا لهم وجمعته فدخل رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما هذا التأخر يا أهلان قال ما هو إلا أن كنت في عمليه فسميت النداء فتوضأت وأتيت فقال والوضوء أيضا لقد طففت يعني هذا تطفيفا لأنه أخذ حقه كاملا ولم يسام في شيء وذكر مالك أضاف الموطأ يقال لكل شيء وفاء تطفيف كل شيء كان فيه وفاء تطفيف ومن ذلك الوقت الوقت داخلهم في العقود أنت تعاقدت معي على أن تنجز لي هذا العمل في وقت كذا وكذا فإذا سوفت وأطلت المدة فأنت خائن إذا تعاملت معي على أن الدوام يبدأ من الساعة كذا وينتهي عند الساعة كذا فكنت أنت تخرج في وسط الدوام أو لا تأتي إلا متأخرا أو تخرج قبل نهاية الدوام هذا خيانا فلذلك لابد أن ندرك أن هذه الأوقات تشهد علينا بما عملنا فيها والخصومات التي تقع نعم هي تقع من الطرفين كل واحد من الطرفين ويحاول أن ينقص من واجباته وأن لا يؤدي كل الحق الذي عليه وهذا ذمه الله وتوعد أهله بالويل ويل للمطففين وحذر أهله من العرض عليه ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين فلذلك لابد من الحفاظ عليها جميعا ولنتذكر أن جزئياتها أيضا داخلة في هذا الأوقات دقائق محسوبة الأستاذ المعلم تفهمه لجميع الطلاب الفصل أمانة لديه هذا داخل في عقله المدرب أيضا المدرب الموظف الطبيب حتى الصاحب المكتب هذه الأمور لهذا العمل حتى الأقلام والأوراق والتليفون هذه لهذا العمل فإذا استعملها في أموره الخاصة خان أمانته